تحت شعار مستقبل التركمان في عراق موحد عقد في العاصمة بغداد اليوم الاجتماع التحضيري للمؤتمر التركماني الذي يعقد يوم غد برعاية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراقي ونامي حيث حضر الاجتماع التحضيري النواب والوزراء التركمان ورؤساء وممثلول أحزاب وأعضاء مجالس المحافظات والشخصيات السياسية التركمانية من مختلف مناطق تركماني وتمت مناقشة مسودة الورق التي أعدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر التركماني حول توحيد الموقف والخطاب التركماني إزاء الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها مناطق تركماني والعراق تحت شعار مستقبل التركمان في عراق موحد أقد في العاصمة بغداد اليوم الاجتماع التحضيري للمؤتمر التركماني الذي يعقد يوم غد برعاية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي وحضر الاجتماع التحضيري النواب والوزراء التركمان ورؤساء وممثلول أحزاب وأعضاء مجالس المحافظات والشخصيات السياسية والقيادات التركمانية من مختلف مناطق تركماني إضافة إلى حضور ممثل عن بعثة الأمم المتحدة في العراق وأوضح النائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر التركماني النائب حسن توران أن القيادات التركمانية عقدت اجتماعا موسعا في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد لمراجعة مسودة الورقة التي أعدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر التركماني الذي سيعقد يوم غد في العاصمة بغداد برعاية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في العراق وبحضور الرئاسات الثلاث وأضاف توران أن الاجتماع التحضيري للمؤتمر التركماني شهد مناقشة مستفيضة للورقة التي تم إعدادها وإثراؤها بأفكار القيادات التركمانية للخروج برؤية موحدة تمثل المكون التركماني لمستقبلهم في العراق الموحد وفي حديثه لفضائية تركماني أوضح رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي أن هذا هو الاجتماع المهم الثاني بالنسبة للتركمان بعد الاجتماع الذي عقد قبل نحو عامين والهدف منه توحيد الكلمة والخطاب التركماني حيث تمت مناقشة وضع مدينة تلعفر التركمانية في مرحلة ما بعد تحريرها من داعش خصوصا وأن هناك محاولات من تنظيمي باككا وبيادا الإرهابيين للسيطرة على تلعفر وأضمها إلى مناطق سيطرتهما في سوريا مضيفا أن على أهالي تلعفر أن يدركوا ذلك جيدا لأن النزاع هناك ليس نزاعا مذهبيا بل هو محاولة انتزاع تلعفر من التركمان وتسليمها إلى تنظيمي باككا وبيادا الإرهابيين وهو ما حصل في سنجار التي بات الإيزيديون فيها تحت ظلم باككا الإرهابي وهي أيضا نفس السياسة التي تنتهج في قضاء تسخرمات وداقوق بمساعدة الاتحاد الوطني الكردستاني كما نوه الصالحي بأن الأحزاب التركمانية اجتمعت اليوم واتفقت على القضايا المهمة التي تخص التركمان ومنها مستقبل كاركوك ووجوب عدم ضمها إلى أي جهة وأن تكون إدارتها بيد أهلها وجعل قضاء تسخرمات محافظة وإخراج باككا الإرهابي منها والحفاظ على قضاء تلعفر بعد تحريرها من داعش وعدم السماح بسيطرة تنظيمي باككا وبيادا الإرهابيين على المدينة مضيفا أنه قد يتم في ختام المؤتمر تشكيل مجلس ولجنة تنسيقية لمتابعة مقررات المؤتمر